اهلا بكم عزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي الصف الثالث قسم الزخرفة برحب بكم مرة تانية في لقاء جديد في مادة التخطيط النهاردة هنعمل مراجعة عامة على مادة التخطيط طبعا احنا بنستعد للامتحان ان شاء الله عايزين نقدي افضل ما عندنا عندنا طبعا شوية ملحوظات هنقولها في طريقة الاجابة عامة ايا كان الامتحان وايا كان الطبيعة المؤيسة اللي هديني في الامتحان مبدئيا الامتحان عندي بيتكون من 3 اسئلة اساسيين سؤال بيكون سؤال موضوعي اكمل او صح وغلط او اختياري السؤال دوت بيكون في الجزئية النظرية اللي هي خاصة بجزئية اعداد المشروعات ودراسات الجدوى واعداد الزنكات والطباعة دي بيجي فيها اسئلة اكمل او صح وغلط او ممكن اختيار المهم ده بيبقى سؤال واحد لكن أنا طبعا عندي الجزء الأساسي في مادة التخطيط هو الجدولين الأساسيين بتوعي اللي هو جدول المسطحات أو كشف الكمية أو حصر المساحات وجدول التسميني أو كشف حصر التكاليف طبعا إحنا بناخد الكشف بتاعنا من السنة اللي فاتت متعودين عليه متعودين نرسمه ولكن أنا بأكد عليك تاني أنا عايزاك وإنت رايح الامتحان تتدرب على طريقة رسم الكشف التسميني في ورقة مسطرة لأن أنت هتمتحن فيه كراسة مسطرة زي اللي بتمتحن فيها بقية المواد النظرية يبقى أنا مش عايزة أاجي في الامتحان أتفاجئ أكون متعود أشتغل الجدول في كراسة مربعات أاجي لما تجيني الكراسة المسطرة بالعرض أبقى عندي مشكلة في تصير الجدول عايز تعمله على صفحتين براحتك عايز تعمله في صفحة واحدة براحتك اعمل الحاجة اللي تريحك لكن المهم في الآخر أن أنت تشتغل صح النهاردة أنا عايزة أقول لكم ملحوظة مهمة جدا إحنا طبعا النهاردة إن شاء الله هناخد مؤيسة كاملة هنحلها الأول مسطحات ونجيب مساحتها وبعد كده هناخدها نحلها تسميني عشان نجيب التكاليف بتاعتها طيب قبل ما نشتغل في ده أنا عايزة ألفت نظركم لنقطة مهمة لما تيجي تشتغل في الامتحان خلي دايما عينك على الحاجة اللي تعرفها مش الحاجة اللي ما تعرفهاش النهاردة المؤيسة مهما بلغت درجة صعوبتها هي عبارة عن مجموعة أشكال لا يمكن تخرج عنهم على الأقل أنا في عندي مجموعة من الأشكال متأكد إن هي لازم بيجيني في المؤيسات المختلفة بتاعتي فأنا عايزاك إن شاء الله بإذن الله تفهم إن كل خطوة كل كلمة كل قانون بتكتبه في الامتحان بتاخد عليه درجة خلينا كده نبدأ مع بعض نشوف المؤيسة بتاعتنا ونشوف إن شاء الله هنحلها إزاي خليكم معايا خطوة بخطوة بس ليه ملحوظة قبل ما نتنقل للمؤيسة النهاردة مفيش حد في الدنيا بيبتدي سفر أو بيمشي في طريق إلا إذا كان واخد معاه الزاد اللي يساعده على مشقة الطريق إنت زادك في مدة التخطيط هو حفظك للقوانين سواء كانت قوانين الأشكال الهندسية اللي بتحل بيها جدول المسطحات أو القوانين بتاعة الجدول التسميني جدول التسميني عبارة عن مسألة ترتيب أفكار عبارة عن فهم عبارة عن تسلسل منطقي عبارة عن عمليات حسابية محتاجة بس منك شوية تركيز عشان ما تغلقش لكن في النهاية الجدولين سهلين وإن شاء الله بإذن الله نجيب درجات عالية خلينا نبتدي مع بعض كده نشوف إحنا النهاردة هناخد إيه في مدة التخطيط أنا المراجعة عندي النهاردة هتبتدي المؤيسة بتاعتي هي مؤيسة بتجمع بين المسطحات والمجسمات علشان طبعا إحنا أغلب مؤيسات الامتحان بتبقى على هذه الطريقة هي عبارة عن مدخل معرض من المباني جدران المؤيسة ده الشكل العام بتاعها ده مسقطها الرأسي وده قطاع أفقي طبعا إنتوا عارفين أو حتى يعني برضو إذا كان صعب عليكم شوية تفهموا الفرق بين القطاع وبين المسقط ولكن في النهاية ده شكلها إذا أنا أتعطاها عند المنتصف وقدرت أبص عليها من فوق فده الشكل اللي هيبان لي اللي هو نقدر نعتبره كده بديل عن المسقط الأفقي يبقى ده شكلها لما أبص عليها من فوق وده شكلها لما أبص عليها من الأمام مسقطها الرأسي وقطاعها الأفقي طيب خلونا نفتكر مع بعض اللي احنا قلناه طول السنتين اللي فاتوا في مادة التخطيط لما أبص على المؤيسة أول حاجة ببص على مسقطها الرأسي ومسقطها الأفقي إذا كان مسقطها الأفقي عبارة عن سمك أو شريط فهي مؤيسة مسطحات هتتحل وش وظهر وسمك ودول قوانينهم أنا حافظها وعرفها كويس جدا طيب إذا لقيت إن القعدة عبارة عن أشكال المسقط الأفقي أشكال تبقى مؤيسة مجسمات وفي الحالة دي أنا عندي أربع قوانين لحل جميع أنواع المجسمات المفروض طبعا إن إحنا نكون حافظينهم وأنا برضو هرجع لكم عليهم علشان تفتكروهم قبل الامتحان المؤيسة دي لو لاحظنا هنلاقي فيها جزء سمك وجزء شكل اللي هو الشكل السداسي يبقى المؤيسة دي بتجمع بين إنها جزء مسطح وجزء مجسم وبرضو هنتكلم بالتفصيل أنا إزاي باشتغل فيها وإزاي بقدر أحلها الوصف إن الرسم بيوضح المسقط الرأسي والقطاع الأفقي للمدخل والأبعاد بالمتر الطولي يعني بالقياس بالمتر شكل المؤيسة قدامنا بيان الأعمال المطلوب مني البند واحد بالمتر المسطح توريد وعمل دهان ببوية الكوارتز على الجدران للمدخل الكلام ده مجرد مقدمة مطلوب دهانه من الجهتين والسمك الداخلي والخارجي والأعمدة ده اللي يهمني في جدول المسطحات طالب مني إيه؟ طالب مني المدخل من الجهتين الأمام والخلف والسمك الداخلي والخارجي والأعمدة يبقى أنا عرفت إيه؟ المطلوب أولا عمل كشف حصر الكمية المسطحات أو المساحات بالمؤيسة الابتدائية هبتدي أحل المؤيسة طبعا إحنا هنبتدي بأولا اللي هو كشف المسطحات إحنا هنحاول نكون أسرع شوية عشان نقدر نخلص مؤيستنا كاملة بجميع خطواتها أولا زي ما قلنا كشف حصر المساحات أو المسطحات المفروض طبعا أنا ببص على المؤيسة كويس بستوعبها عرفت إنها مسطحة يبقى محتاج الست قوانين دول طبعا دول مش كل قوانين المسطحات عشان فيش حد يجي يقول لي يا ميز ده أنا لما دخلت الامتحان لقيت فيه شكل غير الأشكال الستة دول لا دول أكثر الأشكال شيوعا دول المشاهير بتوع الأشكال الهندسية المستطيل المسلس الدائرة المربع شبه المنحرف المضلعات المنتظمة وأكثرها ورودا في الامتحانات طبعا السوداسي وأحيانا السوماني لكن هو السوداسي يمكن الأكثر طيب الصفحة دي أنا عايزاك تحفرها في زهنك لازم تحفظها زي ما بتحفظ اسمك مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض مساحة المسلس متساوي السقين نص القاعدة في الارتفاع مساحة الدائرة طه نق تربيع طه 13% نق نصف القطر تربيع في نفسه بعد كده المربع طول الضلع في نفسه شبه المنحرف قاف زائد قاف شرطة قاعدة الصغرى زائد قاعدة كبرى على اتنين في الارتفاع المضلعات المنتظمة ضد تربيع في العدد السابت اللي المفروض تكون حافظه وأشهرها السوداسي 2.6 من 10 ضد تربيع بضرب الضلع في نفسه محتاجة تاني ايه؟ قوانين السمك السمك مهما اختلف شكله في المؤيسة لا يخرج عن كونه سمك مستقيم أو سمك دائري ما عنديش حالة تلتة يعني باختصار القانونين اللي قدامك دول هتجيب بيهم سمك أي مؤيسة قبلك في الامتحان سمك الأجزاء المستقيمة بيساوي مجموع الأطوال في السمك وهو عدده واحد لأن المؤيسة لها وش ولاها ضهر لكن اللي بيمسك الوش والضهر هو سمك واحد السمك ما فيهوش وش وضهر سمك الدائرة عبارة عن استوانة إذا أنا جبت دائرة بنيت عليها الشكل المبني ده هيبقى استوانة تخانت الدائرة عبارة عن استوانة تعالوا كده نتخيلها مع بعض زي ما قولنا قبل كده تخيل عندي أي شكل استواني الشكل الاستواني ده انت شايفه من الجنب هتشوفه ايه؟ هتشوفه من الامام دائرة لكن هيبنلك من الجنب مستطيل سمك الدائرة عبارة عن استوانة طه قاف عين طه 13 من 100 قاف القطر كامل عين هنا الارتفاع والارتفاع هنا هو السمك إذا كانت الاستوانة مرتكزة على قعدتها زي ما احنا شايفين في الصورة إذا مرتكزة على قعدتها يبقى ارتفاعها هو من الأرض إلى الارتفاع لكن إذا كانت الاستوانة الدائرة هي اللي قدامي يبقى الارتفاع بتاعها هو السمك يبقى عين هنا بتساوي السمك نرجع بقى دلوقتي هل أنا محتاج قانون تالت أو في قوانين تانية هستخدمها طبعا أنا عندي هنا في المؤيسة عندي أعمدة الأعمدة دي أعمدة مجسمة أنا عرفت منين إنها مجسمة لقيت القاعدة بتاعتها عبارة عن شكل سداسي ما هياش شريط ما هياش سمك طيب ومسقطها الرأسي ايه؟ مستطيل أي مجسم مسقطه الرأسي مستطيل لا يخرج عن كونه حاجة مساحتها الجانبية مهما كان المسمة بتاعه محيط القاعدة في الارتفاع بيديني مساحته من جميع الجوانب طب حتى لو كانت القاعدة مربع حتى لو كانت مستطيل حتى لو كانت دائرة حتى لو كانت سداسي سماني أيوة مهما اختلف شكل القاعدة طالما المسقط الرأسي مستطيل المساحة الجانبية اللي هي جميع الجوانب بلف الشكل من جميع الجوانب ما حدش يجي لقول لي العمود ده ليه مساحتين جانبياتين من الوش ومن الظهر لا المساحة الجانبية لفت حوالين منه من جميع الجوانب تبقى فقط القواعد فوق وتحت يبقى العمود الواحد له مساحة جانبية واحدة بما ان مساحته الرأسي مستطيل يبقى مساحته الجانبية محيط القاعدة الشكل اللي باين في المسقط الأفقي بجيب محيطه يعني مجموعة أطوال أضلاعه بضربه فيه الارتفاع طبعا اذا كانت القاعدة دائرة بشيل كلمة محيط القاعدة وحط طهقاف اللي هو محيط الدائرة يعني القانون هو هو نبتدي بقى نحل المؤيسة فيه ملحوظة مهمة هنا عايز اقولها هتيجي تسألني تقول لي ايه ده فيه مقاسات مديهاني في الامتحان وانا ما استخدمتهاش خالص وما عملتش بيها اي حاجة هالمقاسات دي زيادة طب حططهالي ليه انا عندي مقاس هنا ومقاس هنا ومقاس هنا مقاسات كتير جدا المقاسات الكتير دي عشان مش كل واحد فينا بيحل بنفس الطريقة يعني حضرتك لو جيت دلوقتي قارنت الحل اللي انا بحله للمؤيسة مدرس تاني ممكن يحل الطريقة تانية انت كمان ممكن تحل الطريقة تالتة زميلك يحل الطريقة ربعة ففي الحالة دي التأسيمة لما بتتغير انت بتحتاج مقاسات هل معنى كده ان انا لازم استخدم كل المقاسات اللي موجودة عندي على المسألة في الامتحان خالص انت مش مطالب انك تستعمل كل المقاسات انت بس الشكل اللي انت بتستخدمه دور على مقاساته المقاسات الزيادة اللي انت مش محتاجها ما تلتفتش لها خالص يعني ما تقولش ايه ده انا اكيد حال الغلط انا مستخدمتش المقاس ده لا انت مش لازم تستخدم كل المقاسات واضع الامتحان بيحط في اعتباره ان كل طالب ليه طريقة في الفهم ليه طريقة في تأسيم الشكل اللي قدامه سواء من ناحية الاضافة او التنزيل او طريقة التأسيم فبيعتمد على دوت في ان هو بيديني جميع الاحتمالات وبيحطي لي جميع المقاسات نرجع بقى للمسألة بتاعتنا انا بالنسبالي شايفة ان احنا نبتدي التأسيم من اعلى الى اسفل نبص كده هنلاقي اعلى شكل عندنا فوق ايه المسلس بص المسلس عندي هو متساوي السقين شفت كده نرجعنا للصفحة بتاعتنا متساوي السقين يعني مساحته هتساوي نص القاعدة في الارتفاع اوقاف في عين على اتنين طيب هبتدي شايفين انا يفضل ان انت في الامتحان يكون معاك قلم بلون مختلف في ورقة الاسئلة طبعا مش في ورقة الاجابة علشان تقدر تميز الاشكال اللي حلتها وتشوفها بوضوح وترفع مقاساتك بوضوح انا دلوقتي مسكت القاعدة لقيت ان المسقط لما نزلت تحت لقيت المقاس بتاعها 42 من 100 2 متر 40 من 100 الارتفاع العمودي طب ما اللي هو مديني المتر ونص الميلين دول عشان السمك لكن انا دلوقتي لما باخد القانون باخد الارتفاع العمودي اللي هو التمانين ابتدي ارسم الجدول بتاعي طبعا انت خلاص الجدول بالنسبة لك بقى محفوظ هتبتدي تحط بياناتك البند البيان الوحدة الكمية المقاسات الطول والعرض والارتفاع والاجمالي جزئية اللي هي الاضافة وتنزيل اللي هو الفراغات الفراغات اللي دخلت جوه الاضافة فيه برضو هنا مرحوظة تانية مهمة انت وانت بتحل في الامتحان كل فراغ مش لازم يبقى في التنزيل الفراغ اللي بيحسب في التنزيل هو الفراغ اللي دخل جوه الاضافة يعني خليني انا افترض ان انا عندي بوابة على جانبي البوابة دول اتنين شبه منحرف وفيه في النص مستطيل فراغ لو انت اخدت البوابة كاملة والمستطيل دخل معك جوه المساحة الاضافة يبقى لازم المستطيل يتعمل تنزيل طب لو جي حد تاني رح واخد الشبه منحرف اللي في اليمين واللي في الشمال وما اخدش المستطيل يعملوا تنزيل برافو عليكم ما يعملوش تنزيل انا بعمل التنزيل الى اذا شكل دخل معايا جوه الاضافة بتاعتي وانا مش محتاجه لان انا حسبته فلازم ارجع اشيله لانه مش هيدهن لكن لو انا ما حسبتوش وما جيتش نحيته يبقى مش هعمله معايا في التنزيل نرجع للمقايسة بتاعتنا اول حاجة بحط اسم الشكل في البيان الاعمال طبعا هو بند واحد لان ما عنديش حاجات متعددة في المقايسة ميم تربيع مسلس مساحة مسلس بالمتر المربع حد يستغرى بيقول لي هو ليه كلمة الوحدة ليه بالمتر المربع هو في حاجة بغير المتر المربع اه في عندي مثلا لو في مقايسة فيها اسياق حديدية ساعات بتتحسب بالعدد يعني بمعنى ايه بمعنى مثلا لو انا بعمل صور حديد في بعض انواع الاعمال الحديد المشغول ممكن يحسبها لك بعدد الاصابع او المصبعات الحديدية اللي موجودة فيها ففي الحالة دي هيبقى الحساب بالوحدة مش بالمتر ولكن طبعا في الغالب يعني المسألة بتاعتنا اللي هتجلنا في الامتحان هتكون كلها بالمتر المربع مش هيكون فيها حاجة من المصطلحات او المشغولات المختلفة شوية ان شاء الله الامتحان هيكون بسيط وفي متناولكم وان شاء الله تجيبوا فيه درجات كويسة يبقى حطينا اسم الشكل عندي مساحة المسلس ميم تربيع يعني بالمتر المربع الكمية اتنين ليه اتنين واحد في الوش واحد في الظهر وبرجع من خانة الكمية اروح على خانة الملاحظات احط القانون ارجع من خانة الملاحظات بعد محطية القانون خمسة من عشر يعني نص القاعدة في الارتفاع حتى قال لي قاف في عين على اتنين اقول له يلا على بركة الله وزي الفل وصح طبعا نص خمسة من عشر القاعدة اتنين واربعين من مية في الارتفاع تمانين من مية اضرب الأرقام في بعضها واوعا تنسى تضرب في العدد الناتج هنا عندي احتمالين يحطه في الجزئية يحطه في التنزيل إضافة يعني هيدهن يبقى في الجزئية مش هيدهن ودخل معايا يبقى في التنزيل أمال الجملة دي بستخدمها فين في نهاية المؤيسة تماما كده الخطوة الأولى بتاعتي الناتج اللي طلع حطيته في الجزئية لأن المثلث هيدهن أرجع للمؤيسة تحت المثلث عندي مستطيل صغير مستطيل سهل جدا الطول في العرض طبعا عرضه هو المتين واربعين ارتفاعه أربعين من مية المأسات المتر دي بتاعة الجزء العرضي بتاع الشبه المنحرف أربعين من مية واثنين متر أربعين أحط القانون بتاعي وأبتدي أعوض فيه وحط مساحة المثلث بعد كده يقابلني شبه المنحرف شبه المنحرف قاف زائد قاف شرطة على اثنين فعين أخذ القاعدة اللي فوق أجمع الأطوال بتاعتها هلاقي متين واربعين وعليمين متر وعلى الشمال متر أجمعهم يطلعوا أربعة متر واربعين سنتي أخذ القاعدة اللي تحت فوق مش لاقي مأسها هنزل تحت ألاقي تلات مأسات أجمعهم هلاقي مجموعهم أربعة متر وتمانين يبقى القاعدة اللي فوق أربعة متر أربعين اللي تحت أربعة متر تمانين واللي ارتفاع العمودي برافو كده خليكم فاكرين في القانون باخد العمودي في السمك باخد المايل لأننا بدهن المايل هبتدي أعوض برضو في المؤيسة بتاعتي بعد كده عندي مساحة المستطيل المستطيل ده عندي فيه كام وحدة يعني فيه عندي كام مستطيل بص كده معي هنبص للجزء اللي فوق هنلاقي المستطيل بتاعنا ماسك من أول الشكل الأخر ركز معي أنا كده اعتبرت أن البوابة الفراغ اللي في النص كأنها مش موجودة دخلت معي جوه المساحة بتاعتي يبقى لازم هعملها تنزيل بص معي المستطيل ده طب ليه مثل انت خدت المستطيل اللي فوق مع المستطيل اللي تحت بص على المقاسات هتلاقي مقاس المستطيل اللي فوق هو بالضبط نفس مقاس المستطيل اللي تحت طيب وبعدين إيه ليه هاخدهم مع بعض لإني هحسبهم كلهم بحسبة واحدة لكن ما ينفعش أاخد مقاسات مختلفة مع بعض هبص على المستطيل ده هلاقي مجموع كل الأطوال اللي عندي مديني 7 متر و20 سنتي في العرض هلاقي الارتفاع بتاعه سرعة 80 من 100 هبتدي أحط المستطيل بتاعي طيب المستطيل ده عدده كام؟ بص كده الخطوات بتاعتي إحنا الأول قلنا المستطيل الأول كان الصغير عدده 2 وحطينا الناتج في الجزئية شبه المنحرف عدده 2 وش وضهر وحطينا 44 من 100 زائد 84 من 100 على 2 في متر و20 والناتج حطيته برضو في الجزئية لإنه هي الدهن مساحة المستطيل اللي إحنا بنتكلم فيه اللي هو كان فوق وتحت حطينا في العدد 4 ليه هنا 4؟ لإنه هما 2 في الوش و2 في الظهر فبالتالي هحط في العدد 4 هحط في القانون قانون المستطيل هحط الناتج بتاعي أضرب في العدد الأربعة الأول يعني 80 من 100 في 7 متر و20 فيه 4 والناتج هحطه في الجزئية لإنه هي الدهن الحاجة اللي هتدهن حتى لو جواها فراغ بتتحط في الجزئية أو الإضافة بعد كده عندي المستطيل اللي هو في النص ما بين العمودين ركزوا معايا أنا كده ما خدتش المستطيلين اللي على يمين والشمال اللي جواهم الأعمدة يبقى دول مش هيتعملوا تنزيل لكن إيه اللي هيتعمل تنزيل اللي دخل معايا جوا المساحة اللي أنا حسبتها اللي هم الدائرة والمستطيل اللي هم المدخل لكن المستطيل اللي جواه العمود في اليمين والشمال أنا ما جيتش نحيته أصلا طيب تعال نشوف المستطيل بتاعنا ده هننزل تحت هنلاقي مجموعة الأطوال 120 120 40 يعني 4.80 متر هروح على الارتفاع هلاقيه 3.20 متر نركز كويس في رفع المقاسات وإن كان الجدول ده في ميزة إن أي خطوة بتعملها بتاخد عليها درجة جدول التسميني محتاج التسلسل يكون مظبوط لكن الجدول المسطحات مش مرتبط بالتسلسل ولا بترتيب معين كل خطوة بتعملها بتاخد عليها درجة أعوض مساحة المستطيل ميم تربيع العدد 2.3 متر 20 في 4.80 وحط الناتج برضو في الجزئية وطبعا القانون الطول في العرض خلاص أنا كده خلصت إضافاتي حد مركز كده يقولي طب والعمودين العمودين ينقى أقولك على فكرة لطيفة وطبعا إحنا اتفقنا دي دي مجرد طريقة يعني لو حد عايز يحل العمودين وبعدين بعد كده يكمل بقية المقايسة برضو دي حاجة مش غلط وصح وتنفى لكن أنا بفضل إيه؟ أنا بفضل أنا هاعتبر إن العمودين دول مش موجودين خالص هعمل إيه؟ هحل مقايستي عادي خالص كأنها مقايسة مسطحات عادية وبعد مخلص خالص لما وصل للعمودين أشوف إيه اللي هيدهن فيهم أحطه في الإضافة إيه اللي هيتحط في التنزيل أو حاجة هتطرح من المساحة اللي أنا حسبتها أحطه في التنزيل خلينا نرجع للتنزيلات اللي دخلت جوه المساحة بتاعتي أول حاجة عندي إيه؟ الدائرة الدائرة ده دائرة كاملة؟ لأ ده نص نص في الوش ونص في الظهر حد يقول لي ده فراغ أيوة ما هو الفراغ هيطرح من الأمام وهيطرح من الخلف هي الدائرة دي أنا ينفع شيرها من ناحية واحدة زي ما الإضافة لها وجهين التنزيل له وجهين طب الوجهين هنا يتحسبوا إزاي؟ نص في الوش ونص في الظهر أحط العدد واحد العدد هنا واحد مش اتنين لأنها نص فقط أحط القانون طهنق تربيع أعوض في القانون تلاتة واربعتاشر من مية في نصف القطر في نفسه يعني تلاتة واربعتاشر من مية في متر عشرين في متر عشرين أحط الناتج عندي فيه بعد طبعا ما أضرب فيه العدد واحد هيطلع نفس الناتج هحط هنا فين في التنزيل لأنها مفرغة من الشكل اللي أنا حسبته أنتقل للمستطيل اللي تحت الدائرة خد بالك عشان ما تتلخبطش المستطيل مش تلاتة متر عشرين لا المستطيل واصل لحد الأرض يبقى هاخد التلاتة متر عشرين ومعهم التمانين يبقوا بقوا أربعة متر بعرض كام مترين وأربعين أرجع أعوض مستطيل مساحة ميم تربيع بالمتر المربع العدد اتنين عشان الوش والضهر طه في عين الطول في العرض أربعة في اتنين متر أربعين في اتنين والناتج شاطرين في التنزيلات علشان ده فراغ بعد كده بقى عندي ايه؟ السمك احنا اتفقنا هنخلي الأعمدة للآخر اعتبر الأعمدة كأنك شلتها خلعتها ركبتها على جنب كده ونرجع نحطها تاني بعد ما نخلص بص كده شايف كل الخطوط الحمراء اللي قدامك دي سمك مستقيم طب يا ميس ده في حد قالنا ده السمك الخارجي لازم يتعامل لوحده والسمك الداخلي لوحده لأ ما فيش أي مشكلة ان انت تعمل سمك المسألة كله في خطوة واحدة إذا كان سمك مستقيم من الداخل ومن الخارج ومن جميع الجهاد وسمك الفتحات وسمك الأبواب والسمك الخارجي والداخلي طالما كله سمك مستقيم ينفع يتعامل كله في خطوة واحدة طب حد تاني عايز يعمل الداخلي في خطوة واحدة والخارجي في خطوة واحدة ما فيش مشكلة المهم في الآخر ان انت تعمله ايه؟ صح انت زي ما اتفقنا معاك ألم بلون تاني اعتبر الخطوط الحمراء اللي أنا عاملها على الرسمة دي ان انت هتعملها بالألم في الامتحان كأنك ماسك بالضبط شريط إياس مزورة بتلف بيها على كل ما هو مستقيم في المسألة وبتعمل ايه وانت بتلف؟ بتجمع كل ما تمر عليه يدك وانت بتشتغل بالمزورة أو بالمقياس أو بالألم بتاعك هتجمعه في القوس بتاعك دعالوا نبص كده احنا هنمشي ازاي؟ هنبتدي من أول الأرض تمانين مشيت يمين مية وعشرين طلعت تلاتة متر عشرين مية وعشرين تمانين مية وعشرين مية وثلاثين متر أربعين سمتي مية وخمسين طيب وجوه عندي أربعة متر طب لو جينا ركزنا هنلاقي ان احنا عندنا النص اليمين متطابق تماما مع النص الشمال طب والدائرة لا 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 الدائرة بتتحلل وحدها الدائرة بتتحلل وحدها السمك الدائري بيتحلل وحده طب والأرض ما خدناهاش لأنها مش هتدهن يبقى أنا السمك بتاعي باخد جميع السمك المستقيم طب مش حضرتك يا ميس قلتي ان الباب ده تنزيل يعني الباب ده فراغ يبقى ليه هحسب السمك بتاعه في الإضافة طيب انت النهاردة وانت بتعدي من البوابة فتحة البوابة فراغ سمك البوابة بقى بيدهن ولا ما بيدهن شيء ايوة ركزته كده يبقى طبعا بيدهن يبقى السمك بتاع الفراغ بيتحسب في الإضافة الفراغ نفسه تنزيل لكن السمك بتاعه في الإضافة نرجع للسمك بتاعنا هنا أنا هجمع كل الأطوال بتاعتي وبعد ما هجمعها كلها هبتدي أضربها في ايه في اتنين هل ده ينفع في كل المسائل؟ لا فيه مسائل مش متمثلة يعني فيه مسائل نصها اليمين مزي نصها الشمال لكن أنا عندي هنا المسألة بتاعتي النصين متطبقين دعالوا نشوف هنعمل دوت ازاي في الجدول هبتدي أجمع الأطوال بتاعتي هجمع 80 سنتي زائد 120 زائد 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 وأفضل أجمع كل الأطوال دي وفي الآخر هضرب مجموع الأطوال بتاعتي في السمك طيب حد يسألني السمك أنا هجيبه منين؟ هو مش مديني السمك في رأس المسألة بصوا كده معايا على الرسمة هتلاقي أنه هو مديلك السمك في المسقط الأفقي مديني السمك كان في المسقط الأفقي هو السمك عرض المسقط الأفقي ولا ارتفاعه؟ يعني تخيل كده وانت بتبص المسقط الأفقي ده كأنك بتبص من فوق لما هديجي تمسك الشكل السمك اللي هو إيه؟ السمك اللي هو العرض بتاعه اللي هو هنا موجود عندي في المسألة عبارة عن كام متر وعشرين سنتي طيب هنبتدي ننقل السمك بتاعنا في الجدول بتاعنا دلوقتي عندي السمك القانون بتاعه إيه؟ سمك الأجزاء المستقيمة مجموع الأطوال في السمك شايف القوس الطويل اللي أنا فتحته ده؟ كل ده بجمع 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 كل ما مر عليه القلم في المسألة مستقيم مع عدد دائرة والأرض وبعدين بدل مجمعهم تاني دربت في اتنين لأن النصين متمثلين وبعد كده دربت في السمك وعدد السمك واحد لأنه شريط واحد جمع كل السمك مع بعضه والناتج السمك فين؟ في الإضافة لأن السمك بتاعي هيدهن مجموع الأطوال في السمك يتبقى عندي سمك الدائرة سمك الدائرة باستوانة إذا كانت دائرة كاملة طيب وإذا كانت نص دائرة يبقى نص استوانة لأن احنا قلنا السمك مفهوش وش ودهر يبقى سمك الدائرة كاملة استوانة كاملة دائرتين استوانتين نص دائرة نص استوانة طه قاف عين وعين هي السمك أحط في العدد نص أيوة أحط في العدد نص خمسة من عشرة طه تلاتة واربعتاشر من مية قاف القطر مترين واربعين القطر كامل في عين هنا السمك متر وعشرين والناتج في الإضافة يتبقى عندي إيه؟ العمودين بتوعي المسقط الرأسي مستطيل الأفقي سداسي ده منشور سداسي حتى لو أنا مش متأكد من اسمه لكن بما أنه مسقط الرأسي مستطيل وقعدته أي شكل يبقى مساحته الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع طيب تعالوا نعوض في القانون أنا عندي كام سداسي عندي كام منشور سداسي عندي اتنين هو صح ليه ست أوجه لكن الست أوجه اسمهم مساحة جانبية واحدة يبقى العدد اتنين لأنهم عمودين القانون محيط القاعدة في الارتفاع القاعدة عبارة عن سداسي طول دلعه 40 سنتي محيطه مجموع أطوال الأضلع يعني 46 مرات يعني 40 في 6 ده محيط القاعدة في الارتفاع ارتفاع العمود 3 متر 20 ناتج الأعمدة طبعا هتدهن هتتحط فيه الجزئية أو فيه الإضافة آخر حاجة عندي وطبعا اللي مركز هياخد قاله منها الأعمدة دي ملتصقة القواعد بتاعتها في السمك والسمك أنا حسبته في الإضافة الجزء الملاصق من العمود للسمك مش هيدهن يبقى لازم يتعمل إيه لازم يتعمل تنزيل كل عمود له قاعدتين ليه هنا حسبت القاعدتين لأن القاعدتين الاتنين لازقين في جزء مدهون يعني إذا كانت قاعدة العمود السفلية على الأرض ما كنتش هحسبها تنزيل لأن أنا ما دهنتش الأرض لكن أنا هنا دهنت السمك ويبقى القاعدة اللي فوق ملتصقة بحاجة مدهونة واللي تحت ملتصقة بحاجة مدهونة يبقى الاتنين هيتعملوا تنزيل كل عمود له قاعدتين يبقى عندي كم قاعدة عندي أربعة قاعدة العمود شكلها إيه؟ قانونها حسب شكلها بقوانين المسطحات قاعدة مربع قانون المربع قاعدة مستطيل قانون المستطيل القاعدة سداسي قانون السداسي ضد تربيع فيه العدد السابت 2.6 من 10 40 ف40 تضلع في نفسه في 2.6 من 10 في عدد 4 وديها تتحط في التنزيل لأنها هتحسف من المساحة اللي أنا حسبها بنهي المؤيسة بتاعتي إزاي؟ بجمع كل إضافاتي رقم الإطلاق دي بعيد الجامع أكتر من مرة مرتين على الأقل لأن كل عدم التركيز وارد والخطأ وارد بجمع المسألة بتاعتي مرة واجمعها تاني عشان لو طلع نفس الناتجي بأنا شغال صح بجمع تنزيلاتي بجمع كل إضافاتي بجمع كل تنزيلاتي وأخيرا هنستخدم خانة الجملة بطرح الجزء الفراغ أو التنزيل من الجزئية والمتبقي هو صافي المساحة اللي هيتم دهنها بيطلع كام أيا كان إذا كان فيه كسر بجبره للمتر المربع يعني 102 وجنبها أي رقم هنا مش بقرب لنص وربع وثلاث تربع لا أنا هنا عندي الرقم أيا كان السنتي بقربه للمتر المربع فأنا عندي هنا 198 من 100 عن 98 سنتي فبيبقى 103 متر مربع تقريبا كده إحنا انتهينا من جدول المسطحات وجبنا المساحة بتاعة المؤيسة اللي انت طبعا عارف ومتأكد إنها ملهاش علاقة بحل الجدول التسميني زي ما اتفقنا إن احنا كل واحد بيحل بطريقة مختلفة فوارد برضو إن حد يغلط أو يطلع نواتج مختلفة فمنعا للاخبطة بيديني مساحة سبتة لكشف حصر التكاليف أو الكشف التسميني بند واحد بالمتر المسطح توريد وعمل دهان الكوارتز على الجدران لمساحة قدرها 150 متر يبقى هو حدد لي المساحة كام 150 متر مطلوب اعمل الكشف التسميني عشان تقدير التكاليف الإجمالية ومديني أسعار الخامات البلاستيك بـ 25 جنيه الكوارتز بـ 16 جنيه والماء يحمل على العملية يعني ما بحسبوش من ضمن التكاليف بحطه من ضمن الهالك والحاجات اللي أنا بحسبها كاستهلاكات يتم احتساب كل من نسبة استهلاك خامة 5% طيب يعني إيه نسبة استهلاك الخامة؟ يعني أنا النهاردة محتاج 10 كيلو لكن وارد إن فيه جزء يهضر فيه جزء يقع فيه جزء يكلف فيه جزء يحصله كذا يبقى لازم أعمل حساب إن فيه نسبة من التلف أو من الاستهلاك الخامة اللي بيضيع أو بيبقى نسريات أو كذا فأنا لازم أحط زيادة 5% هل الخامسة دي سبتة؟ لا طبعا هو بتتغير على حسب المسألة طبعا كل المعلومات اللي أنا بديها لك دي هتكون موجودة في ورائة الأسئلة أسعار الخامات في ورائة الأسئلة المساحة في ورائة الأسئلة المواصفات والمأسات وكل حاجة موجودة في ورائة الأسئلة نسبة استهلاك العدة نسبة استهلاك الخامة نسبة المصاريف الإدارية الأرباح كل ما يلزمك جدوى للمعدلات خطوات الديهان كل حاجة هتحتاجها في الجدوى الموجودة قدامك كل ما عليك أنك تكون مرتب وتعرف تحط الحاجة في مكانها الصحيح نسبة استهلاك العدة 5% نسبة استهلاك العدة 3% نسبة المصاريف الإدارية اللي هي الإجراءات الحاجات حد راح حد ركب موصلات حد عمل كذا عملية إتمام التنفيذ المفترض أن ده مكتب فني فنسبة المصاريف الإدارية 10% نسبة الأرباح المكسب اللي هو الهدف أصلا من العمل 20% أجر فريق العمل العامل والعمل المساعد في اليوم الواحد 120 جنيه أعمال أخرى تركيب لوحة إعلانية بعد الديهان بتكلفة إجمالية قدرها 200 جنيه هو هنا وفر علي جاب لي الأعمال الأخرى مجملة يعني لا هضرب في أمطار ولا هضرب في عدد طب هل وارد أن نجيني في الامتحان بالمتر أو بالعدد طبعا يعني ممكن يجي يقولك هنعمل زخرفة للأعمدة بتكلفة 20 جنيه للعمود مثلا أنا عندي عمودين يبقى أنا هضرب في 2 ممكن يجي يقولي هنعمل زخرفة للبوابة كاملة بتكلفة 5 جنيه للمتر يبقى في الحالة دي هضرب في المساحة لكن ممكن يجيبها لي زي كده إجمالية يقولي أنا هركب لوحة إعلانية بـ 200 جنيه يبقى أنا عندي أعمال أخرى 200 جنيه عشان أوجد التكاليف اللي أنا محتاجها هيتم الاستعانة بجدول المعدلات التالي كل ده موجود فين؟ في ورائة الأسئلة دهان الكوارتز على الجدران بديني جدول فيه مسلسل خطوات الدهان الوحدة نسب تكوين الكيلو يعني عشان أطلع كيلو مزبوط بحط فيه قد إيه بلاستيك قد إيه مياه قد إيه كوارتز قد إيه مياه ولون وهكذا الكيلو بيفرد قد إيه متوسط فرد الكيلو معدل إنتاج فريق العمل يعني العمال دول بيقدروا يعملوا كام متر فيه اليوم نبتدي أول حاجة نرسم الجدول بتاعنا الجدول بتاعنا زي ما قلنا هو مش صعب ولكن محتاج تركيز الخنات بتاعتك هتعمل الخنات الأفقية الأول لأنها طبعا هي اللي عددها أكبر هتبتدي الخانة اللي فوق تكون خانة مزدوجة لأنها بتتقسم اتنين الخانة اللي بعدها بتسيبها واسعة شوية لأن دي بتتقسم حسب عدد خطوات الديان يعني الخانة رقم اتنين دي متغيرة أو متغيرة فخليها واسعة الخنات اللي تحت دي كلها خنات سبتة اللي هي جملة كل صنف ونسبة الاستهلاك وجملة الخامة والتقريب وتمن الوحدة وتمن الكمية والأعمال الأخرى وكل الدباجة اللي موجودة عندك تحت دي سبتة كام خانة لما نيجي نعدهم مع بعض كده هنلاقيهم دول سبعة ودول ستة تلاتاشر خانة زي ما اتفقنا لو أنت محتاج تعمل الجدول على صفحتين مفيش أي مشكلة قادر تعمله في صفحة واحدة برضو مفيش مشكلة المهم أنت هتعمل السطور دي كلها سطور صغيرة ومتساوية دول سبتين يبقى اللي فوق سابت واللي تحت سابت الخانة رقم اتنين هي اللي متغيرة حسب عدد خطوات الديهان طيب احنا رسمنا الجدول مسلسل خطوات الديهان الوحدة الكمية نسب خمات الديهان الأجور مقسومة لعدد أيام وأجر يومي الجملة مقسومة لقرش وجنيه والملاحظات تعالا كده نبص مع بعض عندي خطوات الديهان هنا أربعة فأنا قسمت الرقم اتنين لأربع خطوات بعد كده الخانات السبتة بتاعتي جملة خمات كل صنف أنا لما هروح أشتري مش هقوله ديني كيلو بلاستيك للخطوة الأولى ونص كيلو بلاستيك للخطوة التانية أنا هقوله ديني ايه كيلو ونص يبقى أنا بجمع الخامة بتاعتي اللي هستخدمها في كل الخطوات نسبة استهلاك الخامة 5% يعني أنا لو محتاج 10 كيلو هضيف 5% زيادة احتياطي جملة الخامات والاستهلاك يبقى أنا النهاردة 10 كيلو وهحط 5% احتياطي يبقى أنا هجيب العشرة كيلو وهجيب كمان الخمسة في المية اللي احتياطي بعد كده بقرب يعني لو الكمية دي طلع علي 275 جرام مثلا لا أنا يئمة ربع كيلو يئمة نص كيلو يئمة كيلو لربع يئمة كيلو كامل ودي هنقولها بالتفصيل لما نوصل عندها تمن الوحدة ده بيدهوني في المؤيسة الكيلو بكام أنا محتاج 10 كيلو ونص الكيلو مثلا ب100 جنيه يبقى أنا هضرب الرقم ده في سعر الوحدة كمية في الوحدة فيديني سعر الكمية لما اوصل لخانة تمن الكمية دي اخر خطوة في ايجاد تمن الخمات اجمع تمن الكوارتس كله على تمن البلاستيك كله واروح على خانة الجملة احط الارقام الصحيحة في الجنيه والفتكة في خانة الارش وطبعا هنا بناخد رقمين بعد العلامة لكن في كيلو بناخد 3 ارقام بعد العلامة ليه؟ لان احنا بنشتغل بالارش والجنيه والارش والجنيه في 100 ارش فباخد رقمين من 100 بعد العلامة وبنشتغل بالكيلو والكيلو في 1000 جرام فباخد 3 ارقام بعد العلامة في الاوزان وفي الكيلو لكن في الفلوس باخد رقمين لاني بشتغل بالارش بعد كده عندي خانة الاعمال الاخرى نيجي للخنات اللي هي مخرجات الجدول او النواتج جملة الاجور والخمات والاستهلاك والاعمال الاخرى يعني بجمع كل التكاليف اللي جوا الجدول تاني حاجة بضيف على التكاليف دي 10% مصاريف ادارية وطبعا قلنا العشرة في المية متغيرة حسب ما بيديني في المؤيسة بعد كده بجمع المصاريف الادارية على التكاليف اللي اتكلفتها يبقى دي الفلوس اللي انا هصرفها من جيبي كم قاول؟ طب انا هكسب؟ اه يبقى هحط على المبلغ ده نسبة الربح بتاعتي هاخد من العميل ايه؟ نسبة الربح ولا التكاليف؟ برافو عليكم هاخد اللي اتنين يبقى انا هجمع التكاليف مع نسبة الربح ده اسمه قيمة البند او التكاليف ده نهائي؟ لأ بقربه لجنيه صحيح فيبقى ده البند النهائي هيجي العميل يقول لي كده المتر واقف علي بكام اقسم له قيمة البند النهائي اللي هي التكلفة النهائية على المساحة انت مساحتك 150 متر هتتكلف كذا يبقى الرقم ده على المية وخمسين يبقى المتر بتاعك هيقف بكذا يبقى النهاردة انا كده عملت مؤيسة متكاملة بالتكلفة من الالف الى الياء خلينا بقى نحل مع بعض الخريطة اللي انا عملها لك دي هتحل بيها المؤيسة من الالف الى الياء هد يجي يقول لي ايه؟ ده حضرتي كاميس جايبا لنا عشر ولا عشرين قانون دول مش قوانين ده انا هنا بشرح لك مجرد طريقة خطوات اللي هتحل بيها يعني انت مش مطلوب منك ان انت تحفظ ده المطلوب منك ان انت تفهمه يعني هنقول تاني انت دلوقتي الخطوات اللي انا شرحها لك مع حل الجدوى الخطوات كتيرة عددها كبير هل معنى كده ان انت محتاج تحفظها؟ لا انت محتاج تفهمها كاني بشرح لك وصفة انت كل اللي عليك ان انت تستوعب الوصفة دي واتطبقها اتفقنا الجدوى للتسميني محتاج مني مجرد تركيز وفهم الحفظ مش مش محتاج بالعكس هو استنتاج انا لما اجي اقول لك وانت مفترض انك شاب يعني كلها وقت بسيط جدا وهتبقى في سوق العمل لما اجي اقول لك انا محتاج 10 كيلو والكيلو ب5 جنيه منطقي هنعمل ايه عشان نجيب 8-10 كيلو شفت بقى العملية مش محتاجة اكتر انك انت تكون واعي وتكون مركز هضرب طبعا 8 الحاجة الوحدة في الكمية اللي انا محتاجها يديني 8 الكمية كلها وهكذا قوانين الجدول التسميني كلها قوانين بسيطة مرتبطة بالحقيقة لان ده مرتبط بسوق العمل نرجع بقى اول حاجة عندي 3 خنات في الجدول بيقدمهم لعلى طبق من فضة خانة المسلسل وخانة خطوات الديهان وخانة الوحدة بتنقل من الجدول بتاع المعدلات اللي في ورقة الاسئلة يبقى هو قدملك 3 خنات هم جاهزين هتاخدهم من الجدول اللي في ورقة الاسئلة تحطهم زي الشاطر في ورقة الاجابة شفت الموضوع بسيط ازاي؟ ننتقل للخطوة اللي بعد كده خانة الكمية دي اول خانة لها قانون قانون الكمية بيساوي المساحة اللي طبعا بتتغير من مؤيسة للتانية هي هنا 150 على متوسط فرد الكيلو المساحة موجودة في المسألة ومتوسط فرد الكيلو موجود في المسألة المساحة 150 متوسط فرد الكيلو في اول خطوة كان 6 انا النهاردة بفرد الكيلو بيفرد 6 متر عندي 150 متر هقسم 150 على الستة يبقى انا محتاج 25 كيلو طب الكيلو بيفرد مترين اتنين بس يبقى الخطوة دي انا محتاج لها 75 كيلو طب الكيلو بيفرد متر واحد يبقى كل متر في المية وخمسين هاشتري له كيلو برافو عليكم يبقى يحتاج في الخطوة دي 150 شفت المسألة بسيطة نطبق دوت في الواقع تعالى الكمية خطوة الاولى قسمت على الستة الخطوة التانية قسمت على الاتنين الخطوة التالتة قسمت على واحد الخطوة الاخيرة قسمت برضو على ستة انا جبت الارقام دي منين من جدول اللي هو من دهوني بقسم المساحة على متوسط فرد الكيلو بيديني الكمية طيب انا عندي في الخطوة الاولى وجه البلاستيك هحتاج 25 كيلو هل 25 كيلو دول كلهم بلاستيك لا امال فيهم قد ايه بلاستيك لازم ارجع لجدول المعدلات هنا بقى اخش على خطوة نسب خمات الديهان اول حاجة بشوف انا عندي كم خامة الخمات بعدها من الجدول بدون تكرار وما بحسبش المية وممكن اسهل على نفسي واخدها من الاسعار هو مديني سعر كم خامة اتنين يبقى انا عندي كم خامة اتنين طب مدني السعر المية ليه لانها بتحمل على العملية طيب كمية الخامة في كل خطوة بتساوي قد ايه يعني ال 25 كيلو دول مش فيهم مية وفيهم بلاستيك انا هاعرف منين قد ايه مية وقد ايه بلاستيك من الجدول بجيب الكمية ل 25 كيلو اضربها في النسبة اللي جوه الخطوة يعني ايه يعني انا عندي هنا مثلا في الخطوة دي 650 جرام في كل كيلو بيدوني 650 جرام في كل كيلو بلاستيك والباقي مية طيب انا هعمل ايه هضرب ال 650 في الخمسة وعشرين يقوم مديني كمية البلاستيك في الخطوة دي واقفل على خانة الكوارتز لان الخطوة دي ما فيهاش كوارتز الخطوة اللي بعدها 75 كيلو كوارتز 75 في المية منهم كوارتز والباقي مية والمية ما بتتحسبش هحط الناتج فين تحت الكوارتز اضرب 75 كيلو في 75 من مية نهائي كوارتز الكيلو بيفرد الكيلو بتاعي او الكمية بتاعتي كلها ما فيهاش اي مخفف يبقى المية وخمسين كلهم هيتحطوا تحت الكوارتز بعد كده واجه البلاستيك برضو مفيش تخفيف فبرضو الكمية كلها تتحط تحت البلاستيك كده بقى عندي قد ايه هجمع برافو عليكم انا هروح عند الموان اقول له لو سمحت انا محتاج كمية بلاستيك 41 كيلو وربع ومحتاج 206 كيلو وربع من الكوارتز هضيف بقى ايه استهلاك خامة 5 في المية هحسب ازاي اي حاجة في المية بضرب في النسبة وقسم على مية دي اسهل طريقة في طرق تانية ولكن دي الاسهل هضرب الكمية بتاعتي في 5 على مية هيطلع لي 2 كيلو و62 جرام وهيطلع لي في الكوارتز 10 كيلو وشوية انا هشتري ايه مجموع الكميتين يبقى هجمع الخامة وهجمع الاستهلاك هيديني الكمية اللي هشتريها بصيت لقيت عندي ايه 312 جرام انا هروح للبيع هقول له 312 جرام اكيد لا هنا بقى برجع لنقطة التقريب اساس التقريب عندي ايه بسيط قوي من جرام ل250 يبقى 250 من 250 ل500 يبقى 500 فوق ال500 ل750 750 اكتر من 750 بقربوا للكيلو الصحيح على هذا الاساس الـ 312 اقرب محطة ليها الـ 500 والـ 562 اقرب محطة ليها 750 او الكيلو الا ربع كده دي الكمية اللي انا هشتريها طب الكمية دي هدفع فيها كام يبقى انا محتاج اجيب 8 الوحدة من المؤيسة هبص على 8 الوحدة هلاقي البلاستيك 25 الكوارت الـ 16 يبقى الخانة دي انا بنقلها من الجدول ما فيهاش حسابات كمية في 8 الوحدة اضرب التقريب في 8 الوحدة يديني 8 الكمية يعني الكمية بتاعتي بطلعها كلها يبقى انا كده عندي ايه بص كده هشتري بـ 1087 جنيه ونص بلاستيك و بـ 34468 كوارت زي بقى بكام خامات برافو عليكم اروح على خانة الجملة اجمع الاتنين وحط اللي في الجنيه في الجنيه واللي على يمين العلامة في القرش دي جملة سمن الخمال انتقل بقى للفرع التاني اللي هو فرع الأجور الأجور سهلة جدا عندي عدد أيام وعندي أجر يومي عدد الأيام أمره بسيط قوي بأسم المساحة على قدرة العامل بيعمل 75 في اليوم يبقى هياخد يومين طيب انا عندي هنا في الخانة اللي بعد كده اسمت على 35 طلع لي 4 وكسر اقل من النص يبقى نص اكتر من النص يبقى يوم كامل عملت الخطوات بتاعتي طلع لي في كل خطوة عدد أيام بعمل إيه في عدد الأيام برافو عليكم أجمعوا لما أجمع عدد الأيام بصت العولي كام طلعولي 13 يوم ونص بياخد في اليوم كامل أجر اليومي بنقله من المؤيسة 13 ونص في 120 اجمالي الأجور 1620 جنيه هضيف عليهم نسبة استهلاك عدة 3% طب الثلاثة في المية بتتحسب ازاي؟ زي ما حسبنا الخمسة في المية هضرب إجمالي التكلفة الإجمالي الأجور فيه 3 وقسم عالمية 48 صحيح في الجنيه 60 قرش أو جنب يمين العلامة أو الكسر يتحط فيه القرش استهلاك العدة لأنه هو بعد فترة العدة بتاعته بتتلف وبيغيرها فكل مرة بيحط نسبة استهلاك عدة كده أنا خلصت الأجور خلصت الخمات باقي عندي الأعمال الأخرى جيالي جهزة جيالي 200 جنيه بحطها ببتدي بعد كده أجمع الأرقام بتاعتي كلها بجيب جملة التكاليف بعد كده بضيف عليها المصاريف الإدارية 10% بضرب في 10 وقسم عالمية بعد كده بجيب الجملة بتاعتي الجملة بجمعهم مع بعض بضيف 20% الربح بضرب في 20 وبقسم عالمية بيديني جملة المؤيسة أو البند بقرب الرقم دوت للواحد الصحيح فبيديني القيمة النهائية للمؤيسة بتاعتي بكده إحنا نكون خلصنا المؤيسة بتاعتنا ووصلنا للنتيجة النهائية بشكركم على متابعتكم وطبعا إن شاء الله إحنا نقدر نرجع للمؤيسة بتاعتنا في أي وقت ونقدر نراجع الأرقام طبعا إنت المفروض إن شاء الله تحاول تطبق ده تاني في البيت أتمنى لكم كل النجاح وزي ما إحنا متعودين دايما إن لكل مجتهد النصيب وإن اجتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله شكرا